ليس علمي لدينا أحد، ليس هناك أمن سفراني في العراق ما يجره هو عبارة عن عمليات حماية رقمية تجري من قبل بعض المؤسسات الأمن السفراني هو عبارة عن منظومة على مستوى الدولة يعني مهروض تكون هناك تعاونات بين كل التشكيلات وأن تكون هناك جهة عليا مكلمة بهذا الأمر كيف هو الجيش، كيف هو الشرطة، كيف هو ترتبط بهيئة عليا هي تشرف على الجميع حتى تسير الحركات اليوم الحماية رقمية اليوم ديسير عبارة عن فرق في هذه الوزارة، في ترك الوزارة، نعم فرق محترام وتجري بشكل مهم لكن أنت ما طول ماكو تنسيق اللي نسميه التشبيك الرقمي ما طول ما عندك تشبيك رقمي، ليس لديك أمن سفراني لديك حكومة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية ليس لديك هواوي غير هواوي يجيب لك هذا السيستم متشغلة، الحكومة الإلكترونية تطلب أن يكون هناك تشابك وتعاون بالقواعد الرقمية فما فائدة أنه مثلاً وزارة الداخلية تشتغل واحدة والصحة تشتغل واحدة والدفاع تشتغل واحدة بس نشوف أجهزة أمنية بفترة وفترة تعلن اختراق منظومة الإلكترونية مهو هذا المشكلة، الاختراق هذا ما الذي يصير، هذا الاختراق يتكرر، الأختراق ليس عفزي، كل بلداني عالم هذا الاختراق لكن الذي يصير أولاً اختراقات هذا يتكرر بالمقابل هذه الاختراقات حينما تحصل، تشوف أنه الجهة التي تتصدى أو التي تتعرض هي التي تعلن المحروض هناك جهات عليا معنية في هذا الاختراق، ويصير تنسيق، والتنسيق هذا ليس فقط تنسيق داخل، وإنما حتى تنسيق أممي